اشتركوا في القناة من يرمي الباقي البحر مرة تانية برغم غرابة الموضوع إلا أنه هو ده اللي بيحصل بالزبط مع السلطعون الصخري أو الكابورية الصخرية النوعية دي من الكابورية تعتبر من أغلى المأكلات البحرية وأشهرها على مستوى العالم بل وأغلى بأضعاف من باقي الأنواع اللي زيها ولكن تتخيل أن الكيلو الواحد منها سعره ممكن يوصل 140 دولار يعني من 4 إلى 5000 جنيه تقريبا بس خد بالك إحنا هنا مش بنتكلم عن الكابورية نفسها إحنا بنتكلم بس على المخالب عندنا هنا في مصر مثلا بنعتبر أن جسم الكابورية هو أغنى جزء فيها من ناحية اللحمة أو الطعامة لدرجة أن في ناس أصلا لما بتيجي تأكل الكابورية مش بتقرب أساسا من المخالب بس الكلام ده بقى مختلف تماما لما نجي نتكلم عن الكابورية الصخرية دي وحجم المخالب العملاق بتاحها الصيادين المتخصصين في صد النوع ده من الكابورية مش بيحتفظوا بالكابورية على بعضها بيستدوها، بيقطعوا المخالب ويرموا الجسم في البحر مرة تانية وكأن الجسم نفسه ملوش إيمة بالنسبة لهم طب والكابورية اللي أطعوها ورموها في البحر دي وضعها بقى إيه؟ هل كده خلاص عملوها عاها مستديمة ورموها في البحر عشان تموت؟ في الحقيقة النوعية دي عندها خاصية فريدة من ناحة بتسمح لها أن أطرفها تنمو مرة تانية يعني لو مخالبها تقطعت ترجع تنمو مخالب جديدة بعد فترة من الوقت الفترة دي بتاخد حوالي سنة وبتحتاج ثلاث سنين علشان توصل للحجم اللي يسمح أنها يتم حصادها مرة تانية بس برضو فيه سؤال مازال مطروح اللي يخلي سعرها غالي بالشكل دي يعني الكابورية الصخرية بيتم استيادها في أماكن محدودة على مستوى العالم زي كوبا والمكسيك وجزر البحامس وولاية فلوردة وموسم الصيد بتاعها سبع شهور بس في السنة ضيف على كده أنه أسلوب الصيد وطريقة التعاون معها أصلا مكلفين جدا وفيهم القادر اللي بقى سبيه من المخاطرة مبدئيا كده تكلفة خروج المركب علشان يصطاد مش قليلة خصوصا الطعم اللي بيستخدم لكن تتخيل أن الرحلة الوحدة بتحتاج من الصيادين أكتر من 400 كيلو جرام من رجول الخنزير واللي بياخدوها يكسروها قطعة صغيرة قبل ما تتحطف سنديق مخصوصة لصد الكابورية السنديق دي بقى تترمي في المية وبعدها بأسبوعين تقريبا يرجعوا يرفعوا السنديق مرة تانية ولما يرفعوها ويفتحوها بقى يطلعوا منها الكابورية اللي تم صدها ويشوفوا حجم المخالب لو كان طول المخلب أكتر من 7 ونص سندي الصياد بيفصلوا عن الكابورية ويرميها في المية مرة تانية أما بقى لو كان أقل فبيرميها البحر وما بيستنفعش بيها دي فعلى كده أن الصياد لما بيجي يقطع المخلب لازم ياخد باله من حاجتين الأولى أنه يشير المخلب بطريقة سليمة علشان ما يقزيش المفصل اللي ماسك المخلب لأنه لو ما عرفش يعمل كده الكابورية هتنزف لحد ما تموت الحاجة التانية أنه لو ما خدش حذر وهو مسكها وبيتعامل معاها الكابورية ممكن تقفش فيه وطفع الصبع المخلب الكبير اللي في الكابورية الصخرية واللي معروف باسم المحطم لو مسك صبع صياد مفيش أي حاجة هتخليه سيبه إلا لو المخلب تقطع بالكلية بمجرد ما الصائدين بقى بيرجعوا من الرحلة اللي بتستغرق حوالي 10 ساعات على المركب لازم في أسرع وقت يغلوا المخالب دي ويحطوها بعد كده في تلج علشان تفضل طازة قبل ما تروح للمطاعم وهناك بقى بيتم وزنها وتحديد سعرها النهائي وعلى حسب حجمها سعرها بيتروح من 70 دولار ل140 دولار للكيلو الواحد ولو متصور لأن المخالب دي غالية قوي وفي الأول وآخر مخالب محدش أصلا بيطلبها فلك أنت تخيل أن بعض المطاعم في فلوريدا بتبيع ما يقرب من الـ 2 طن من مخالب الكابورية الصخرية دي في الأسبوع أسماك الإنقليس اليابانية تعتبر من أشهر أسماك اليابان ووحدة من أهم الأكلات عندهم الشعب الياباني بيحبها وبيأكلها من آلاف السنين وفي هناك مطاعم بتبيع منها سنويا ما يقرب من 50 طن النوعية دي من أسماك الإنقليس بتعيش في أغلب أنحاء شرق القرى الأسيوية لكن مع الصيد الجائر بقى والتلوث وتقلبات المناخ حصل انحصار حاد في أعدادهم في المنطقة ومن بداية التمانينيات من القرن الماضي نزلت أعدادهم بنسبة عدة 75% فتصور بقى لما تبقى دي أكلة مفضلة عند شعب بحاله تقل بنسبة 75% فطبيعي الأسعار هتزيد لدرجة إن الكيلو الواحد من صغار النوعية دي من الأسماك وصل سعره سنة 2018 لـ 35 ألف دولار أيوة زي ما سمعت أي نعم الأسعار دلوقتي ما بقتش غالية بالشكل العبسي ده لكنها برضو ما زالت غالية لما نقارنها بأغلب الأكلات البحرية التانية وعلى عكس أغلب الأسماك اللي بيتم صدها لما تكبر النوعية دي بيتم صدها وهي صغيرة لما بيكون لسه لون السمك شفاف بعد ما بيتم صدها بقى بتتربى في مزارع مخصوصة لفترة تتروح من 6 شهور لسنة قبل ما تكبر وتبقى جهزة للبيع في المطاعم هيطلع واحد ده وقت يقول لك طب ليه يستدوهم صغيرين وبقادين يربوهم ما يستدوهم كبار ويخلصوا نفسه لحد النهاردة مفيش مزارعة قدرت إنها تنفذ العملية دي بالكفاءة المطلوبة علشان كده بيعتمدوا على إنهم يستدوهم صغيرين وهم اللي يربوهم والمزارعة الوحدة بتربي في السنة ما يصل لـ 30 طن من أسماك الانقليص وطبعا التربية مش سهلة بالمرة خصوصا مع الأعداد الكبيرة دي تصور مثلا مرض واحد ينتشر بينه إحنا هنا بنتكلم عن كارثة محدش يقدر يلمها نهيك طبعا عن تكلفة التغذية بتاعته بيأكلوا من مرتين لتلاتة في اليوم الواحد ضيف على كده بقى إن أشهر وجبة في اليابان بتتعمل من أسماك الانقليص هي الوجبة اللي معروفة باسم الكاباياكي واللي بتكون أربع أو خمس قطع متسويين على الجريل وبيتحطوا على حبة رز في صندوق صغير كده الصندوق الواحد سعره بيكون حوالي 91 دولار يعني أكتر من 3000 جنيه بسعر العملة النهاردة وطبعا السعر ده بيختلف من مطعم للتاني ومن منطقة للتانية أنفد البحر أو السي ارتشن واحد من الأكلات البحرية المميزة على مستوى العالم كله من النظرة الأولى كده صعب إنك تتخيل إن كرة الشوك دي ممكن تكون أكلة حلوة أو أكلة أصلا كل اللي هيجي في بالك لو شفتها للوهلة الأولى أكيد دي محدش بيقرب لها لكن مجرد بقى ما نفتح كرة الأشواك دي تظهر بقى الكنوز اللي جواها والسر وراسعرها المبالغ فيه أنافد البحر من جوا بتحتوي على بطارخ لونها أصفر برتقاني خمس قطعة من البطارخ دي القطعة الوحدة بتكون طرية ومرملة وعلى حسب وصف اللي دقوها طعمها تحفة ولك أن تتخيل إن المتين جرام من البطارخ دي سعره بيوصل لستة وتمانين دولار يعني الكيلو بيعمل ربعمية وتلاتين دولار يعني بنتكلم في خمستاشر ستاشر ألف جنيه ولو شايف إن ده رقم كبير فحب أقولك إن السعر ده ساعد بيتضاعف لتلات أو أربع مرات والنوع ده من الأكلات بيتم تقديمه على أطباء السوشي وأحيانا بيتم تقديمه في طبق منفصل بل في بعض المطاعم بتقدمها وهي جوة إشرة الأنفذ البحر نفسه وبالرغم من إن فيما يقرب من ألف نوع من أنافذ البحر دي منتشرين في كل محيطات العالم إلا إن أقل من 20 نوع منهم بس هم اللي بيتم استهدافهم للحصاد والأكل أشهر الأنواع دي هو أنفذ البحر الأحمر وهو النوع اللي بتتميز به مدينة سانتا باربرا الموجودة على ساحة الولاية كاليفورنيا الأمريكية وبيتم تقديمه للسكان والزائرين باسم دهب كاليفورنيا والسر وراء السعر الخرافي لبطارخ أنفذ البحر دي بيرجع لعوامل مختلفة أولاً أنافذ البحر من الأكلات البحرية الندرة اللي بيتم صدها وتجميعها يدوياً يعني غطاس ينزل تحت المية ويسحب شبكة متوصلة في القارب وياخد الأنفذ بأيديه أو عن طريق أداب يسحبه بيها ويحطه في الشبكة يعني عملية يدوية بنسبة 100% وطبعاً كل ما الحاجة بتكون يدوية كل ما سعرها بيكون أغلى ضيف على كده أن فكرة الغطس نفسه وأنك تدور على أنافذ تحت البحر وتحصدها يدوي والكلام ده كله أمر مش سهل بالمرة والسبب بقى اللي بيخلي طعم البطارخ أصلاً حلو هو العشب البحري اللي الأنفذ بيتغز عليه كل ما كانت المنطقة اللي الأنفذ موجود فيها غنية بالأعشاب البحرية كل ما كانت طعم البطارخ أحلى والإحصايات في 2010 كانت بتقول أن الغطسين ممكن يرجعوا يومياً بحوالي 900 كيلو جرام من أنافذ البحر دلوقتي الكمية ما بقتش توصل لنص الكمية دي وده لأن الأعشاب البحرية قلت فأواخر 2011 فيه نوع معين من أنافذ البحر انفجر بكميات مهولة وهو النوع اللي اسمه القنفذ الأرجواني إنه قد أن الأنافذ ما بيحتويش على بطارخ ولا بكميات كبيرة ولا بأحجام كبيرة وبالتالي مش هدف خالص للصيد والحصاد وفي نفس الوقت وعلى عكس أغلب أنواع الأنافذ بيأكل أعشاب البحر بفجع بشكل غير طبيعي لدرجة إنه خلال 10 سنين بس كان ليه نصيب الأسد في التخلص من 95% من الأعشاب البحرية في كاليفورنيا كلها وطبعاً ده صعب على الغطسين إنهم يلاقوا أنافذ بجودة كويسة من نوعية البحر الأحمر اللي البطارخ بتاعتها بتكون حلوة أما بقى فريق الحصاد لما بينتهي للصيد ويرجع للمرسة الأنافذ على طول بتتبعت للناس اللي مسؤولين عن فتحها وتنظيفها وطبعاً أهم مرحلة بعد الفتح والتنظيف هي استخراج البطارخ نفسها وتنظيفها سواء من الشوائب أو الأعشاب البحرية أو حتى الأشواك علماً إن البطارخ دي لو تقطعت أو تقسمت سعرها بينزل للربع فوراً ديف على كده إن البطارخ دي بتفضل طازة 7 أيام فقط لغير فلما بقى تبص على طبيعة الأنفة نفسه وإنه هو ما بقاش موجود بكسرة وصعوبة الحصاد بتاعه والجهد المبزول في إنه يتنظف ويستخرج وإنه كمان ما بيقعدش غير 7 أيام بس طازة مش هتستغرب لما تعرف السعر الخرافي بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس اعملوا لنا بقى ليك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة يكتبهن في التعليقات أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام اشتركوا في القناة